موسيقى دكتور احنا نعرف انه فيه رسائل يرسلها الفم كدليل انه فيه مشكلة عميقة في الجسم خلينا نتكلم عن رسائل هذي اش انواعها فيه كتير رسائل لو نتكلم على اشياء شائعة مثل رائحة الفم الكريهة ورائحة الفم الكريهة صراحة واحدة من الاشياء اللي تؤثر على الانسان وعلى المجتمع اللي حوله واسبابها يتكون من الفم او من الجسم لما تكون اسبابها من الفم عادة ان تكون عدم العناية في الفم وجود تكلسات جيرية او لا سمح الله بقايا من الاكل حول الاسنان بسبب عدم استخدام الخيط السني وفيه اشياء تنتج بسبب الجسور وبسبب تقليل اللعاب في الفم يعني هذي بشكل عام ممكن انه نتفاداها عن طريقة التنظيف وعن طريقة العناية في الاسنان وعادة ان ترجع لوضعات طبيعي فيه جزء تاني ليه علاقة بالجهاز الهضمي وخاصة الاشياء اللي زي اللي فيها جرثومة المعدة وهذي بكتيريا نوعها اسمها H.Pylori تتزامن بعض الاحيان مع وجود حموضة او ارتجاع عمرية وهذا يمكن نكشف عنها عن طريق الفحوصات دم او السواب وبتنتهي برضو بكورس من مضادات حيوية هلت الصبغات اللي في الاسنان رسالة لنا انه في مشكلة عندنا؟ الصبغات حقيقة الاسنان لها عوامل اما تكون خارجية او في تكوين السن العوامل الخارجية هي الشاي والقهوة والتدخين والحشوات القديمة وهذه صراحة سهلا نحن يتعامل معها عن طريقة التنظيف والعناية وتفريش الاسنان لكن فيه اشياء بتكون موجودة في تكوين الاسنان فيه اسباب اخرى وخاصة لما نحن نتكلم على سن واحد اذا كان نتكلم على سن واحد معناته هذا السن اتعرض لشي مختلف يا لا سمح الله خطى يا تسوس فالتغيرات الالوان تعطي مدلولات مختلفة يعني لو كان السن واحد لونه رمادي معناته السن هذا ميت العصاب اللي فيه لو كان اصفر لحاله معناته تكلست العصاب اللي جوه ولو طلعت نقاط بيضة حول الاسنان معناته هالي المرحلة إلا ما قبل التسوس إلا فيها يسمو هنبدأ من هنا من المنطقة اللي في الأخير هنخلي الفرشة 45 درجة هناخد كل ثلاثة اسنان مع بعض بحركة شبه دائرية ايش الامراض اللي تجي للانسان اللي هو مهمل بصحة فمه واسنانه فيه نوع من البكتيريا بيكون موجود في الفم صح وهذا لو كان لا سمح الله أحد عنده صمام في القلب وشي تكون عامل ممكن يساعد على التهاب عضلة القلب ونفس الشي الالتهابات رأوية ممكن تصير وخاصة للأطفال في أشياء معينة بسبب وجود بكتيريا معينة في جوه الفم متى نبدأ نقلق على صحة أسناننا وفمنا؟ المبدأ هذا لازم نبدأ أن يغيره لأنه في الحقيقة نحن مو لازم نجي للدكتورة الأسنان بس لما يكون عندنا مشكلة أو سبب أو ألم المفروض الزيارة هاد تكون دورية لسببين واحد للوقاية عسان لا سمح الله ما يجين أمراض وكده والشي الثاني لو كان عندنا أمراض دوبها بادئة ما تتطور موسيقى موسيقى